أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صلاة الجنازة على جثماني المغفور لها بإذن الله الشيخ شمسة بنت ماجد حرمي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن أحمد المعلى والدة الشيخ محمد بن راشد المعلى والشيخ عبدالله بن راشد المعلى والشيخ علي بن راشد المعلى والشيخ مروان بن راشد المعلى وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما سمو الشيخ عمار بن احميد النعيمي وليعاهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى وليعاهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي وليعاهد رأس الخيمة ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة واسم الشيوخ والمسؤولين ليوارو جثمان الفقيدة الثرى في مقبرة أم القيوين